ومن العلاجات للغمّ أيضاً التسبيح وذنّون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلومات يا من في صدرك هم وفي جوف الليل لك زفرة ويا من ظلمك من ظلمك يا من رحلت أموالك واليوم أنت مديون وكنت في غنى يا من قال الطبيب سرطانٌ دبَّ في بدنك أو مرضٌ عُضالٌ ها هو على عاتقك أو في قلبك وتلفَّت للخلق وكلٌّ مشغول جاك الظلُمات الغم كما أتت يونس بن متى عليه الصلاة والسلام الذنّون عندما خرج مغاضباً فكان أن الله قدَّر عليه أن يقع في جوف ليل في جوف بحر في جوف حوت ظلُمات في ظلُمات بعد ظلُمات ويُناجِي ربَّه هل هناك أمل لتفريج كرب يونس وهو في قاع بحرٍ في بطن حوتٍ في ظلُمة ليل ولا واحد في المئة من الأمل لكنه يعرف الله فلولا أنه يعرف الله ما سبَّحه ماذا قال؟ لاحظ تسبيحه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين سبَّحاً وهلَّلَا واعترف بالذنب فاستجبنا له ونجَّيناه من الغم له وحده يا رب وكذلك ننجي المؤمنين له ولكم ولكل مؤمن والله يا أحبابي لا يبقى غم وأنت تُردِّدُ هذا ولذلك كيف يأتِ الغمُّ إلى قلب مؤمنٍ ومعه هذا الدعاء لكن أن تقول الدعاء بلسانك ما يُفرِّج الهم حتى يتواطأ اللسانُ مع الجنانِ مع القلب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين وفي سورة الأنبياء قصص عجيبة أيوب أيوب ثمانية عشر عام يتفجَّر القيح والدم حتى قذره الناس دعاء لا يُكتب في رُبع صدر ربي إني مَسَّني الضُّر إشفني ما قال إشفني حياءً من الله قال وأنت أرحم الراحم أنت أرحم بي من نفسي تدري لماذا ما قال أيوب إشفني لأن يُفوِّض الأمر لله إن كان بقائي مريضًا خيرٌ لي عندك يا مولاي فأبقني مريضًا وإن كانت عافيتُك أقرب فأنا مَسَّني الضُر الله أكبر ما أعظمان فاستجبنا له فقط أركض برجلك هذا مُغتسلٌ باردٍ وشراب وتعود العائلة كاملة والمال والنبوة عادت وجميع المقاييس المادية تقول لا يخرج ذنُّون من البحر ولا يُشفى مرض وعلَّة أيوب من الذي شفاها؟ هو ربك حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء إبراهيم قبل دخوله للنار ما جعلها الله ما يطفئ؟ الله قادر يطفئ النار خلاص يسطط وتطفئ لا المعجزة تأتي بماذا؟ قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا يا سبحان الله يعني نواميس الكون والذي تجري به الأقدار فيما يعلمه البشر من مقدِّمات معلومة لها نتائج معلومة تتوقَّف جميع الحسابات البشرية إذا أراد الله شفاءك أو غناك أو ذهاب غمَّك فلماذا يا عبد الله لا تلهج بعضنا يبكي ويولول ويشتكي بل بعضنا إذا أهمه أمر ما يصلي يقول تراني مهموم واصل الليل هنا فكني من شرك مسكين أنا ما عندي ما أقدر أصلي في الجماعة ولا أقوم الليلة نتعبان ارحموني والله إن الرحمة مئة جزءٍ أبقى الله عنده تسعاً وتسعين منها وما أنزل منها إلا واحدة وأول آيةٍ في كتاب الله باسم الله الرحمن الرحيم يا عبد الله الرحمن الرحيم وتبحث عن مخلوق مثلك تريده أن يرحمك وهل عنده شيء؟ والله لا يعطيك أحد شيء إلا بأمر المعطي سبحانه ولا يمنعونك إلا بأمره ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رد لما قضى صلِّح وضعك مع ربي يقول أحد الدعاة كنت أسير في طريق فوجدت واحد من الشباب كان يفحَّط وكان أصحاب صاحب مخدِّرات وذاق الهداية فاستقام وكتب خلف سيارة لوحة زيِّنها مع الله وتزين باختصار يقول يوم زيَّناها مع الله زالت ولهذا عدل علاقتك مع الله بعضنا علاقته مع زوجته ومع أمها مع جاره مع مديره فتقول حتى مع مديره تلقاه أكثر هدوءاً وخشوعاً بين يديه من موقوفه بين يدي الله إذن التسبيح من علاجات الغم التسبيح والتهليل وتجمع بين التسبيح والتهليل والاعتراف بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قلها يا عبد الله ردِّدها وأبشر وإياك أن تجرِّب بنجرِّب التسبيح سبوعين إن راح الهم ولا ترسمحولي آسف أنت تُقايض الله هل تُقايض الله بعدد أنت حبدٌ ما خُلِقت إلا للعبادة أخرِج زفير صدرك بتهليلٍ يُخرِج الألم من قاع القلب ويُورِق من جديد ويعود ربيعاً ترجمة نانسي قنقر